أهلا وسهلا بكم أعزائي ومشاهدين في الحلقة الثالثة والعشرين من برنامج اصنع نجاحك بنفسك واليوم سنتكلم عن موضوع مهم جدا إخواني للأفضل والله مبالغ الأهمية لما له من تأثير في عملية وسير نجاحك وخلينا اتكلم موضوع اليوم اتكلم عن العلاقات العلاقات يا جماعة شيء مهم وضروري جدا من أجل النجاح وخلينا احكي لك انه براين تريس في كتابه غير تفكير غير حياتك اتكلم وقال انه ضع الناس دائما في المقام الأول وحتى بيحكي في هذا الكتاب أخوانا أفاضل وهو مخصص فصل كامل لموضوع العلاقات ونوعيتها وكيف أنه إحنا نختارها وكيف أنه هي بتكون السبب في نجاحك أو في فشلك أخي الكريم ودعونا أتفق أعزائي المشاهدين أن العلاقات ونوعيتها ومدى جودتها هي اللي بتحدد أخي الفاضل مصارك في شكل كبير سواء نجاح أم فشل سواء سعادة أم حزن يعني خلينا أحكي لك أنه علاقة واحدة أخي الفاضل ربما تسبب في فشلك فشلا ذريعا وعلاقة واحدة أيضا ممكن تسبب لك النجاح بشكل كبير وهائل عشان هيك أنا بقول لك انتقي علاقاتك بعناية فائقة وخلينا أحكي لك أخي الفاضل قصة أحد الناجحين الذين نجحوا وأصبحوا من أصحاب الملايين هذا الرجل كان يعني نواة مشروع أخي الفاضل من بيع الجراد طبعا كيف هذا أنه استطاع أن يبدأ مشروع الخاص أخي الفاضل هذا طبعا استلف من صديقه أو أحد أصدقائه يعني سلفه قرض من المال أو مبلغ من المال كمساعدة وبعد ذلك هو يعني افتتح نواة لمشروع بيع الجراد ومن بعد ذلك هو طبعا حسن على هذا المشروع وأصبح من أصحاب المشاريع الضخمة والكبيرة بل ومن أصحاب الملايين وهذا إلى اليوم أخي الفاضل يعترف بمساعدة صديقه وكيف أنه صديقه هو اللي يدعم بهذا المال وهو اللي صنع منه أنه يكون من أصحاب الملايين عشان هيك بنقول لك أخي الفاضل لا تستهين بعلاقة ما لا تستهين بصداقة لا تستهين يعني بشخص ربما أنه يعني يودك بكلمة أو يودك بمساعدة أو يودك يعني بأي شيء من هذا القبيل فانتبه لنوعية العلاقات التي تبنيها أخي الفاضل إذن ما هو المطلوب لك أخي الآن بحكي لك أنه لازم أنت تنتقي أصدقائك ولازم تختار علاقاتك بشكل رائع وأنهم يكونوا ذو جودة عالية ما تختار أي علاقات أي صداقات أخي الفاضل لازم تختار الصداقات اللي بتأثر فيك لازم تختار العلاقات اللي ممكن يساعدك على النجاح ممكن يساعدوك في طريقك أخي الفاضل أيضا ممكن يكونوا يعني رائعين في مجال تخصصك تستفيد من خبراتهم وبضيفه إلى قيمة عشان هيك أنا بحكي لك دائما انتقي هذه العلاقات بشدة وخليك دائما حرص أنه أنت تسأل عليهم خليك ملازم لهم يعني أرسل لهم لو رسالة مساء سبعين أو شهريا تحسوا أنه أنت يعني ما زلت تتذكرهم أخي الفاضل وإياك أن تظهر لهم المصلحة أو الاستغلال لأنك هتخسرهم إلى الأبد وأنهي معك عزيزي المشاهد هذه الحلقة بأنه باصيك وصية رائعة أنه أنت خليك دائما مع الناس الإيجابيين مع الأصدقاء السعداء مع الأصدقاء الغير محبطين خليك مع الناس هذولا دائما متفائلين ولديهم الأمل أخي الفاضل لأنهم هما هيكونوا سبب للسعادة وسبب أنهم يعني يساعدوك في طريقك للنجاح ويدعموك أخي الفاضل عشان هيكلام بيقول لك حافظ على هؤلاء الناس لو أنت طلعت بواحد منهم فهذا شيء رائع حافظ عليه لأنه هذا حيأثر فيك وحيساعدك ويدعمك في طريق النجاح أخي الفاضل بتمنى تكون هذه الحلقة رائعة مفيدة وشيقة وقصيرة لكم وبتمنى أن تكون استفدت منها شيء ولو بالقليل إذا أنت استفدت منها فما تنسى الإعجاب وما تنسى أن تشارك هذه الحلقة لغيرك من الناس تنغط على زر أجلس ليصلك كل جديد أخي الفاضل بتمنى يكون رمضانكم إن شاء الله كريم وبتمنى لكم قبول الأعمال وإن شاء الله أراكم في حلقة الغد فانتظروني وكونوا على الموعد وبتمنى لكم كل السعادة والتوفيق إن شاء الله في صيامكم وقيامكم وتقبل الله منكم صالح الأعمال والطاعات